بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربوع عراقنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الربط بين الدالة اللغة الرتمية والدالة الأسية ما هو مجال كل منها والمجال المقابل وبعد أن تحدثنا عن الدالة الأسية وقلنا أنها بالصورة أفوف أكس تساوي أي أس أكس حيث أن الأي يجب أن يكون عددا حقيقيا موجبا لا يساوي واحد هذه الدالة الأسية أعزائي مجالها هو آر عندما أقول مجالها أقصد قيم أكس الممكن تعويضها وهو كل الحقيقية الحقيقية سوى كانت موجبة أو سالبة أو صفر ولكن مجالها المقابل سيكون الأعداد الحقيقية الموجبة فلو قلنا أن الدالة ي تساوي 2 أس أكس أو أقول أنها أفوف أكس تساوي 2 أس أكس عندما أخذ قيم أكس على سبيل المثال إثنين وواحد وصفر وسالب واحد فسيكون ناتج الواي إثنين تربيع يساوي أربعة وإثنين أس واحد يساوي إثنين وإثنين الصفر يساوي واحد وإثنين أس سالب واحد يعني معناها واحد على اثنين إذن هذه أعزائي تسمى الدالة الأسية والتقابل الأكسي للدالة الأسية أولادي هي الدالة اللغة رتمية وسيتم استبدال مواقع بين المجال والمجال المقابل الدالة اللغة رتمية سيكون مجالها هو الأعداد الحقيقية الموجبة وسيكون مجالها المقابل هو كل الأعداد الحقيقية سواء كانت الموجبة أو السالبة أو الصفر فلو استطعنا أن نلقي نظرة سريعة عن النقاط الناتجة من الدالة الأسية لو وجدنا أنها اثنين أربعة واحد اثنين صورة الصفر واحد وصورة السالب واحد تساوي نصف أما التقابل العكسي لها وهو الدالة اللغة رتمية ستكون النقاط بالعكس تماما يعني اثنين أربعة سنجد الأربعة اثنين الواحد اثنين سنجد اثنين واحد الصفر واحد سنجد الواحد صفر وكذلك السالب واحد نصف ستكون نصف سالب واحد ولو أخذنا نظرة سريعة عن الفرق بين رسم الدالة الأسية والدالة اللغة رتمية يمكن التدقيق في هذا الرسم أعزائي ونلاحظ أن الدالة الأسية لاحظ أن رسم الدالة الأسية هو بالصورة التالية لاحظ أن قيمة أكس المطلوبة أو قيمة أكس الممكنة هو كل الأعداد الحقيقية سواء كانت موجبة أو سالبة أو صفر ولكن المجال المقابل تلاحظ بأن قيمة الواي الممكنة هو الأعداد الحقيقية الموجبة حصرا ولكن عند التدقيق في رسم الدالة اللغة رتمية اللي هي واحد تساوي هذه الشون أقراها أقراها اللغة رتم أكس للأساس إذن لاحظ أن الرسم سيكون بالصورة التالية يعني مجال الدالة قيم أكس الممكنة شنو؟ هي الأعداد الحقيقية الموجبة ولكن قيم الصور الممكنة هو كل الأعداد الحقيقية سواء كانت الموجبة أو السالبة أو الصفر ومن هذا المنطلق أعزائي يمكن تعريف الدالة اللغة رتمية على الصورة التي أمامك يرمز للدالة العكسية وي تساوي أي أس أكس بالرمز أكس تساوي لغة رتم وي للأساس أي دعشوفوا شون داقراها لغة رتم وي للأساس أي هذا الأكس يمكن أن يكون أي عدد حقيقي سواء كان موجب أو سالب أو صفر ولكن هذا الواي يجب أن ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة حصرا أما الأساس أولادي فينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة ولكن مع عدد واحد هذه هي الدالة اللغة رتمية وبسهولة يمكن استنتاج طريقة تحويل الصيغة اللغة رتمية إلى الصيغة الأسية أو يمكن تحويل الصيغة الأسية إلى صيغة اللغة رتمية وشاهدتم مجموعة من الأمثلة التي يطلب منك فيها تحويل السؤال من صيغة إلى أخرى تحدثنا في الدروس التي بثت سابقا من خلال شاشة التلفزيون التربوي عن المثال الأول ويتحدث ماذا يقول أكتب كلا مما يأتي بالصورة اللغة رتمية يعني معناه هو ش نعطنيها؟ إذن هو نعطنيها بالصيغة شنو؟ بالصيغة الأسية بالصورة الأسية يعني ده يقول لي يحولها إلى الصورة اللغة رتمية الأمر بسيط جدا لاحظ من Y تساوي A أس أكس شلون راح تتحول؟ تتحول لغة رتم Y للأساس A يساوي X إذن خمسة كعيب يساوي مية وخمسة وعشرين شلون أحولها إلى الصيغة لغة رتمية؟ لغة رتم مية وخمسة وعشرين للأساس خمسة يساوي ثلاثة واحد بالألف يساوي عشرة أس سالة بثلاثة تحول لغة رتم واحد بالألف للأساس عشرة يساوي سالة بثلاثة بعد اثنين يساوي ثنين وثلاثين أس خمس شلون راح تتحول؟ لغة رتم اثنين للأساس ثنين وثلاثين يساوي واحد على خمسة إذن هذا الكلام عند تحويل الصيغة الأسية إلى الصيغة لغة رتمية ممكن يجيني بالامتحان للحكس من عدها؟ ممكن جدا ممكن يجيني سؤال يطيني الصيغة لغة رتمية ويقول حول هذه الصيغة لغة رتمية إلى الصيغة الأسية أو يقول لك حول إلى الصيغة الأخرى المهم شلون أقرأ كل سؤال من عدهم؟ هذا شلون ينقري؟ هذا أقرأ لغة رتم عشرة آلاف للأساس عشرة يساوي أربعة هذا شلون ينقري؟ لغة رتم أربعة وستين للأساس جذر اثنين يساوي اثنى عشر هذا شلون ينقري؟ لغة رتم تسعة وأربعين للأساس سبعة يساوي اثنين شلون؟ أحول الصيغة لغة رتمية إلى الصيغة الأسية بنفس الكيفية دتلاحظ وي تساوي هذا سيتحول إلى أساس للطرف الأيمن لغة رتم تسعة وأربعين للأساس سبعة يساوي اثنين تحول إلى تسعة وأربعين يساوي سبعة أربعين وأكيد السبعة أربع جذر تسعة وأربعين لغة رتم أربع وستين للأساس جذر اثنين يساوي اثنعاش تحول إلى أربع وستين يساوي جذر اثنين أس اثنعاش جذر اثنين أس اثنعاش هذه أقدر أكتبها جذر اثنين تربيع الكل أس ستة جذر اثنين تربيع هو أثنين أس ستة رح يصير عندي أربع وستين والفرع الآخر بأن رح أحولها إلى الصيغة الأسية العشرة آلاف يساوي عشرة أس أربعين إذن هذا ما يخص السؤال الثاني لكل موضوع في الرياضيات توجد مجموعة من الخواص التي يبنى عليها الموضوع استاذ عبدالله خواص اللغة رتمات أهم الخواص التي يمكن أن يحتاجها الطالب نعم ممنون منك استاذ قصاي بارك الله قبل الانتقال للخواص الطالب يلاقي صعوبة أو التباس تحويل الصيغة مع العلم هي واضحة لكن ننطي دليل بسيط أن أساس الدالة للغارة مية نفسها أساس الدالة الأسية يعني أي هو أساس للدالة للغارة مية فمن باشرة منتحول أول ما تكتب الأساس أي هو رح يصير أساس أيضا للدالة الأسية والعدد يبقى بمقانة فبس حبيت أن نوع على هذه الشغلة ونوع عنها أستاذ قصاي لكن مو بشكل واضح خلال شرحه فشكرا أستاذ قصاي بالنسبة للخواص هاي خواص أساسية ورئيسية لك عزيز الطالب إن فهمتها إضافة إلى صيغة تحويل الدالة الأسية إلى لغارة مية والعكس صحيح أيضا احتفاظك بهذه الخواص واهتمامك بها وفهمك لها راح يجنبك كثير من المشاكل تحويل الضرب إلى جمع الجمع إلى ضرب وهو أستاذ قصاي الموضوع اللغارة مية جانة يحللنا موضوع التعامل مع الأسس العليا دالة جدا مهمة ولك الكلام أستاذ نعم شكرا أستاذ الخاصية الأولى يقول لكل عدد حقيقي موجب اللغارة شنو معناها الخاصية الأولى تم الاتفاق بأن مجال الدالة اللغارة مية هو الأعداد الحقيقية الموجبة يعني لغارة أربعة موجود موجود لغارة سبعة موجود نعم موجود ولكن لغارة صفر غير معرف لا يوجد لغارة صفر لا يوجد لغارة لعدة سالب إذن من الأعداد اللي إله لغارة مات فقط الأعداد الحقيقية الموجبة التي تمثل مجال اللغارة إذن ليس للعدد الحقيقي السالب لغارتم وكذلك ليس للصفر يوجد لغارتم بما أن الدالة اللغارتمية هي الدالة التقابل فإنه إذا كان X يساوي Y فإنه يقتضي باتجاه أن لغارتم X للأساس A يساوي لغارتم Y للأساس A وهذا ما يحتاجه طالب العلمي عموما في مرحلة الخامس ومرحلة السادس معا ربما في درس الكيمياء أو درس الفيزياء إذن هذا اقتضاء باتجاهين إذا عندي لغارتم X يساوي لغارتم Y لنفس الأساس مباشرة نقول أن X تساوي Y وإذا كانت X تساوي Y ممكن إدخال لغارتم على الطرفين عفوا أستاذ قصاي إذا ممكن مداخل هذه الخاصية أين ستخدمنا أكثر شيء؟ نعم هذه الخاصية نعم عند حل المعادلات نعم واستنباط القيم أن الطرف الأيمن يساوي لا يساوي لأن يكون الدخول عليها والشطب يمكن ملاحظها يشطب وهو ليس وإنما بالاعتماد على هذه الخاصية إذن شكراً إليك أستاذ إذن المداخلة مهمة جداً جداً نرى بعض طلبتنا الأعزاء في موضوع الرياضيات وغير الرياضيات نراها أحياناً في دروس أخرى عندما تكون له معادلة لغارة X يساوي لغارة Y نرى بعضهم يجري هذه العملية ومن ثم يقول X يساوي Y هذه ليست معنى لغارة مضروبة بالX فلنقسم إذن هنا استخدام مفهوم الدالة العكسية لغارة X يساوي لغارة Y إذن X تساوي Y ليست عملية اختصار ليست عملية اختصار تماماً وإذا كانت X تساوي Y فإن لغارة X يساوي لغارة Y بشرط أن يكون لنفس الأساس إذا كان أي أكبر من صفر وكان الأي لا يساوي واحد والX والY ينتمي إلى R موجب سنقبل القواعد الآتية بدون برهان يعني أنت السك طالب ما مطلوب منك برهان ولكن هذه القواعد والقوانين تحفظ لأننا سوف نستخدمها في كثير من الأساس مجموع لغارتمين مجموع لغارتمي عددياً يساوي لغارتم حاصل ضربهما والعكس بالعكس فرق لغارتم عددياً يساوي لغارتم حاصل قسمتهما والعكس بالعكس لغارتم أكس أس أن يساوي أن لغارتم أكس للأساس A راح تجيني أسئلة مثلاً يقولي هنا لغارتم مثلاً اثنيان أس أربعة للأساس عشرة وأني عندي قيمة لغارتم اثنيان إذن مباشرةً راح تكون أربعة لغارتم اثنية للأساس عشرة تعوض تحويض مباشر لإيجاب قيمة اللغارات أحسن تبارك الله بك أمثلة جداً مهمة قبل أن نبدأ بحل أمثلة فياريت الخاصيتين الأولتين أيضاً أمثلة عليها بارك الله بك إذن لغارتم أكس في واي يساوي لغارتم أكس زائد لغارتم واي يعني إذا عندي سؤال يريد مندي مثلاً لغارتم 6 للأساس عشرة وأني ما أعرف لغارتم 6 شخص أنا اللي عرفه لغارتم 2 وعرفه لغارتم 3 إذن هذا ش راح يساوي إذن هذا راح يساوي لغارتم 2 في 3 للأساس عشرة يعني معناها راح يصير لغارتم 2 زائد لغارتم 3 للأساس 10 إذن كل واحد أجياء أوضم مكانة ورح يصير عندي تعويض مباشر نفس العملية بالنسبة للقسمة لغا رتم أي للأساس أي قيمة لغا رتم تكون واحد إذا تساوى الأساس مع هذا العدد لغا رتم أربعة للأساس أربعة يساوي واحد لغا رتم سبعة للأساس سبعة يساوي واحد بعد الخاصية المهمة لغا رتم واحد مهما كان أساسه وفق الشروط إذن لغا رتم الواحد يساوي صفر إذن شلون أجي أستفيد من خواص اللغا رتمات أعزائي خلي نشوف بعض المغالطات اللي الطالب يوقع بيها لغا رتم X في Y هذا شي يساوي يساوي لغا رتم X زائد لغا رتم Y وليس في لغا رتم Y لغا رتم X على Y هذا شي يساوي يساوي لغا رتم X ناقص لغا رتم Y لنفس الأساس ولا يساوي بالصورة اللي أمامك لغا رتم X قصة N لا يمكن رفع الـ N خارج لغا رتم حسب الخاصية اللي اتفقنا عليها هذه تساوي N في لغا رتم X للأساس إذن صار عندي مجموعة من الخواص المطلوب منك حفظها بدون برهان ومجموعة من المغالطات اللي ممكن الطالب يوقع بيها بالانتحان شلون أجي أستفيد من خواص اللغا رتمات لإيجاد الحل مجموعة من الأسئلة اللغا رتمية جاي يقول لي هنا بالسؤال داي يقول لي اثبت بأن هذا يسعي واحد هل يمكن تحويل مجموعة لغا رتمية عددياً إلى لغا رتم حاصل ضربهما في هذا السؤال راح تقول لي لا يمكن ذلك ليش لأن يوجد معامل لا يسعي واحد إذن أحتاج أن أطبق خاصية شنو الخاصية بأن لغا رتم أكس أس أن يساوي أن لغا رتم أكس من أريد أستخدمها بالعكس يعني هذا الثنين ايش راح يتحول راح يتحول إلى أس بعد يفضل جعل الحدود الموجبة متجاورة وجعل الحد السالب أخيرا لسهولة الحل إذن شوف في البداية راح أخذ الطرف الأيسر جعلت الحدود الموجبة متجاورة واستفادية من الخاصية إذن اثنين على ثلاثة لكل تربيع جعلت أربعة على تسعة مجموع لغا رتمي عدديا شي ساوي يساوي لغا رتم حاصل ضربهما فرق لغا رتمي عدديا شي ساوي ساوي لغا رتم حاصل قسمتهما يعني شرح يصير عندي رح يصير حاصل ضرب سبعة على سبعة طعش على خمسة في أربعة على تسعة تقسيم أربعة وثلاثين على خمسة واربعين إذن تم توحيدها بلغا رتم واحد شاير يريد مني يقول لي اثبت أن الجواب يساوي واحد متى يكون الجواب واحد الملاحظة والخاصية تقول لغا رتم أي للأساس أي يساوي واحد بما إن الأساس اثنيا يعني أنتظر هذا الجواب ما تكون ليساوي يعني تم إقلاب عملية القسمة إلى عملية الضرب أربعة وثلاثين على خمسة واربعين صارت خمسة واربعين على أربعة وثلاثين إذن تسعة في خمسة خمسة واربعين ويا الخمسة واربعين واحد اثنيا أخذت اثنيا من الأربعة في سبعة أربعة وثلاثين ويا الأربعة وثلاثين واحد إذن بقى عندي لغا رتم اثنين للأساس اثنين يساوي واحد إذن هذا هو الطرف الايمان إذن طريقة اثبات هذا النوع من الأسئلة عادة ما نبدأ بالطرف المعقد ونحاول الاستفادة من الخواص التي تم دراستها وصولا إلى الطرف البسيط ولا نخفل أن الطالب ممكن يحول الطرح إلى قسمه في ضرب يعني الحل بطريقة أخرى كطريقة الكتاب لا نعمل ذلك إذن يمكن الطالب يقول أنا ما راح أرتب أخلي المجموع واحده بصف الثاني وأخلي السالب يقول أنا ببالي قدرت أرتبه في الصورة هذه وصار عندي رأسا 11 على 5 وهذا مباشرة في 4 على 9 يقول مكان ما أقول على 34 على 45 رأسا راح أقول فيه 1 على 34 على 45 أو يقول مباشرة أقلب عملية القسمة إلى عملية ضرب جائز إذا كانت ضابط شغلك فتوصل إلى نفس الجواب وتحصل على الدرجة الكاملة خلي نشوف سؤال آخر السؤال دا يقول لي حل المعادلات الآتية إذن هنا عندي معادلات من دا يقول لي حل يعني معناها جد قيمة المتغير المعادلة الأولى لغارتهم أكس للأساس ثلاثة يساوي أربعة عادة أولادي لحل المعادلات اللغارتمية أول ما يتم التفكير به هو تحويل الصيغة اللغارتمية إلى الصيغة الأسية إذن لغارتم أكس للأساس ثلاثة يساوي أربعة ونحولها إلى الصيغة الأسية راح تقول لي واضح جدا بأن الأكس تساوي ثلاثة أساس أربعة والثلاثة أساس أربعة واحد وثمانين قبل الاستعجال وكتابة مجموعة الحل سوف أعرض هذا الجواب على مجال المعادلة اللغارتمية هل تقبل أم ترفض إذن أكس تساوي واحد وثمانين وهذا هو الأكس والأكس هو عدد حقيقي موجب إذن نعم تقبل القيمة إذن مجموعة الحل تساوي واحد وثمانين لغارتم أربعة وستين للأساس أكس يساوي ستة إذن عند تحويلها من الصيغة اللغارتمية إلى الصيغة الأسية راح يصير أربعة وستين يساوي أكس 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 ستة ولكن هذا راح يقودني إلى عملية وملاحظة هامة جدا إذن أربعة وستين يساوي أكس أكس ستة والأربعة وستين هي اثنيا أكس ستة وأنا عندي ملاحظة ما أخذها بالصف الرابع تقول إذا تساوت الأسس وكانت زوجية فإن أحد الأساسي هو موجب أو سالب الأساس الآخر إذن رياضياتيا الأكس ممكن تكون موجب 2 وممكن سالب 2 ولكن قلنا قبل الاستعجال وكتابة مجموعة الحل هي كل قيم أكس الناتجة ستعرض قيم أكس على المعادلة اللغارتمية تقبل أم ترفض هل تقبل أن يكون الأساس موجبا؟ قل نعم أقبل على أن لا يساوي واحد هل تقبل أن يكون الأساس سالبا؟ قل لا أقبل إذن من خواص المعادلة اللغارتمية والدوال اللغارتمية عموما بأن الأساس يجب أن يكون عدد حقيقي موجب لا يساوي واحد إذن سوف تقبل الثنيا وترفض السالب الثنيا إذن مجموعة الحل تساوي اثنين السؤال الثالث لغارة مئة عفواً واحد على مئة وخمسة وعشرين للأساس خمسة يساوي أكس تحول إلى الصيغة الأسية واحد على مئة وخمسة وعشرين تساوي خمسة أس أكس إذن التأكيد الذي قلناه قبل قليل على الرغم من وجود الخاصية التي تقول إذا تساوت الأسس وكان الزوجية فإن أحد الأساسين يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر إلا أننا في هذا السؤال تم إهمال القيمة السالبة لأن أساس اللغة رتم يجب أن يكون عدد حقيقي موجب لا يساوي واحد ونعود إلى الفرع الآخر إذن خمسة أس أكس تساوي واحد على مئة وخمسة وعشرين إلى ماذا أريد الأصول أما أريد تساوي الأسس أو أريد تساوي الأساسات إذن واحد على مئة وخمسة وعشرين يعني معناها واحد على خمسة تكعيب بما أن أساس الطرف الأيسر يساوي خمسة سيتم رفع المقام إلى البص وأنت تعرف عند رفع أي حجبري من المقام إلى البص أو بالعكس تتغير فيه إشارة الأس إلى نظيرة حجم يعني خمسة تكعيب رح أصير خمسة أس سالب ثلاثة إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس إذن أكس تساوي سالب ثلاثة صراحة تقول لي سالب ثلاثة مو قلنا ما يصير لا ما قلناه إش إذن خليه أشوف موقع الأكس بالسؤال وين إذن موقع الأكس هنا في الطرف الأيمن ناتج اللغة رتم يمكن أن يكون موجب أو سالب أو صفر وقلنا أن مجاله المقابل هي الأعداد الحقيقي الموجبة ولكن هذا العدد لا يمكن أن يكون سالبا والأساس لا يمكن أن يكون سالبا إذن أقبلها لو ما أقبلها أكيد رح أقبل الأكس تساوي سالب ثلاثة إذن الملاحظة التي تم الاستفادة منها إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس وإن ظهور الناتج السالب لا بأس به لأن لغة رتم العدد الحقيقي الموجب للأساس الحقيقي الموجب الذي لا يساوي واحد يمكن أن يكون عدد حقيقي موجب أو سالب أو صفر سادق وصي إذا تسمحنا قبل أن تنتقل غير شريحة ممنون منك بس ملاحظة قالها أستاذ قصي عزيزي الطالب خمسة أسال بثلاثة قال بأخذ نظيرها الجمعي حتى لا تفسر وتفهم النظير الجمعي يقصد للأسل اللي هو موجب ثلاثة حتى ما تفهم عزيزي الطالب غير شيء الأستاذ واضح بمفهومه بقى عندي بس عندنا الوصول إلى مجموعة الحل مثل ما اعتمدنا الطريقة أنه تأخذ الحل وتقارنه بالمعادلة فإن حقق فبها وإن لم يحقق فيهما الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني ممكن بداية أخذ قيمة قيمة أكس أوجد المجال فأعرفها بالنسبة للمعادلة للغارتهم أكس لأساس الثلاثة تساوي أربعة مجالي واضح أكس أكبر من الصفر فأحدد المجال بداية ثم القيمة الناتجة أقارنها بالمجال المال فإن حققت فأسلوب آخر للحل حتى نغطي جميع الاحتمالات ممتن إليك أستاذ شكرا إليك أستاذ إذن تعدد الطرق للوصول إلى المئة إذن كل الطرق تؤدي إلى المئة إن شاء الله إذن خلي نشوف السؤال الآخر لغارتهم 343 للأساس أكس يساوي ثلاثة إذن صار عندي 343 يساوي أكس تكعيب 343 من أجي أحللها تقبل القسمة على سبعة بيها تسعة واربعين على السبعة بيها سبعة على السبعة بيها واحد يعني معناها سبعة تكعيب يساوي أكس تكعيب والملاحظة تقول إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات إذن الأكس تساوي سبعة والسبعة يمكن أن يكون الأساس هو عدد حقيقي موجب فالملاحظة إذا تساوت الأسس وكانت فردية تساوت الأساسات ننتقل إلى المثال الآخر شلون أفسر التعبير اللفظي إلى تعبير رياضياتي جد العدد الذي لغارتمه إذن نفرض العدد أكس لغارتم الأكس للأساس ربع يساوي اثنين ونص بمجرد أن تم تبسيره من الصيغة اللفظية إلى الصيغة الرياضياتية وتحديداً اللغارتمية مباشرةً سيتم تحويل الصيغة اللغارتمية إلى صيغة أسية يعني معناها أكس تساوي شنو؟ تساوي ربع أس اثنين ونص الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح إذن واحد مرفوع لأي قوة يساوي واحد وأربعة مرفوعة للقوة اثنين ونص هذه الأربعة رح أسويها اثنين تربيع لأنه عند الرفع تضرب الأسس اثنين في اثنين ونص رح يكون خمسة إذن الجواب سيكون واحد على اثنين وثلاثين بعد جد الأساس جد أساس العدد يعني من رح أفرض؟ رح أفرض الأساس أفرض الأساس اكس جاي يقول لي جد أساس العدد واحد بالمية يعني لغة رتم واحد بالمية للأساس اكس الذي لغة رتمه يساوي واحد ناتجه يساوي 1% يعني ناتج اللغارتم يساوي 1 إذن يتم تحويل الصيغة اللغارتمية إلى صيغة أسية إذن الأكس تساوي 1% بعد جد اللغارتم العدد 1 على 8 للأساس 2 إذن هناك ديريد ديريد هو ناتج اللغارتم ناتج اللغارتم هذا سأسمي أكس إذن معناها اللغارتم الثمن للأساس 2 يساوي أكس أحول الصيغة اللغارتمية إلى الصيغة الأسية إذن 2 أس أكس يساوي 1 على 8 الثمانية هي 2 تكعيب 2 تكعيب ستصعد إلى البص حسب الملاحظة التي تم تأكيدها من قبل أستاذ عبدالله مشكوراً بأن النظير الجمعي للأس إذن 2 تكعيب التكعيب الثلاثة المعادلات التالية لغارتم أكس للأساس 10 يساوي 5 كما قلنا قبل قليل إذن لغارتم أكس للأساس 10 يساوي 5 إذن أكس تساوي 10 أس 5 سلي هي 100 ألف تقبلها المئة ألف للأكس نعم أقبلها إذن مجموعة الحل هي 100 ألف بعد لغارتم 16 للأساس أكس يساوي سالب أربعة تم تحويلها إلى الصيغة الأسية إذن هذا الأكس أس سالب أربعة تم إنزال الأس مع الأساس إلى المقام وتبديل إشارة الأس إلى نظيرها الجمعي إذن صارت هنا واحد على أكس أس أربعة أكيد الواحد هو نفسه واحد أس أربعة تناغما مع قوة المقام لأجل الاستفادة من الخاصية التي تقول الأسس تتوزع على القسمة ولكن بالاتجاه الآخر إذن صارت عندي واحد على اثنين الكل أس أربعة الآن إذا تساوت الأسس وكان الزوجية فإن أحد الأساسيا يساوي موجب سالب الأساس الآخر الموجب سوف يقبل والسالب سوف يهمل إذن مجموعة الحل تساوي نصف والسؤال الآخر أولادي لغا رتم واحد بالمئة ألف للأساس عشرة يساوي أكس تم تحويل الصيغة لغا رتمية إلى الصيغة الأسية زيان هذه الواحد بالمئة ألف معنها شنو؟ يعني معنها عشرة أس سالب خمسة تساوي عشرة أس أكس إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس وقلنا أن ناتج اللغة رتم يمكن أن يكون موجبا أو سالبا أو صفرا لذلك مجموعة الحل تساوي سالب خمسة سؤال آخر من أسئلة التمارين جد قيمة ما يأتي لغا رتم أربعين على تسعة زائد أربعة لغا رتم خمسة زائد اثنية لغا رتم ستة وكلها للأساس عشرة أول عملية ش رح أسوي؟ هذه الأربعة سوف تتحول إلى أس يعني رح أصير خمسة أس أربعة اللي هي ستمية وخمسة وعشرين هذه الثنين سوف تتحول إلى أس يعني معناها ستة تربيع اللي هو ستة وثلاثين زائد مجموعة لغا رتمي عدديا يساوي لغا رتم حاصر ضربهما زائد إذا مجموعة لغا رتم ثلاثة أعداد فأيضا تساوي لغا رتم حاصر ضربهما إذن ما يخص السؤال الأول تم تبسيط اللغا رتم الثاني خمسة أربعة اللي هو ستمية وخمسة وعشرين تم تبسيط اللغا رتم الثالث اللي هو ستة أربيع ستة وثلاثين كلها تفصل بينها إشارة الجمع إذن ستكون بلغا رتم واحد للأساس عشرة أربعين على تسعة في ستمية وخمسة وعشرين في ستة وثلاثين نجري عملية الإختصار التسعة ويها ستة وثلاثين بيها أربعة في ستمية وخمسة وعشرين في أربعين سيكون الجواب مئة ألف أحاول الاستفادة من خواص اللغا رتمات أريد أن أحصل على عشرة هنا للاستفادة من الأساس عشرة إذن المئة ألف تساوي عشرة أس خمسة حسب إحدى خواص اللغا رتمات إذن خمسة لغا رتم عشرة للأساس عشرة إذن هذه قيمتها واحد خمسة في واحد تساوي خمسة السؤال الآخر أعزائي لغا رتم ثمانية لغا رتم مئة وخمسة وعشرين ناقص لغا رتم عشرين هذه الثنين بحاجة إلى تبسيط هذه الثلاثة بحاجة إلى تبسيط إذن سوف نجري تبسيط لهم ثمانية تربيح منه ثمانية تربيح هي أربعة وستين عشرين تكعي بشكل ثمانية آلا تحويل الجمع إلى ضرب وتحويل الطرح إلى قسمه في آن واحد إذن سيكون لغا رتم للأساس عشرة أربعة وستين في مئة وخمسة وعشرين كلها على ثمانة آلاف إذن أربعة وستين في مئة وخمسة وعشرين ثمانية آلاف على نفسها لغا رتم الواحد وما هو لغا رتم الواحد لغا رتم الواحد أحسنت أستاذ قصي صفر نعم إذا ممكن هنا مداخلة جدا ضرورية هس لو تلاحظ أستاذ قصي عند الطرح خل أقواص كبيرة يعني قد يكون ليس لغا رتم واحد وإنما مجموعة لغا رتمات فالأقواص ضرورية في عملية القسمة عند استخدام لغا رتمات ممنون منك أستاذ قصي إذن تعقيبا على مداخلة أستاذ عبد الله ربما المدرس ماتك بالامتحان رح يجيب لك أربعة لغا رتمات ولكن شو رح تكون لغا رتمات يعني رح يكون لغا رتم زائد لغا رتم وهنا سالب لغا رتم وهنا سالب لغا رتم شو رح تسوي هنا هذا رح تخليه داخل قوسيا أول اثنين رح تكون داخل قوسيا وتسحب سالب عامل مشترك وهذا رح يكون أيضا داخل قوسيا إذن الناتج شو رح يكون رح يكون حاصل ضرب الأول تقسيم حاصل ضرب الثاني بارك الله بك إذن سؤال آخر أعزائي هو لغا رتم أكس تربيع ناقص أربعة ناقص اثنيا لغا رتم أكس ناقص اثنيا زائد لغا رتم أكس ناقص اثنيا على أكس زائد الثنين شلون أستفيد من عنده في بادئ الأمر هذه الثنين رح تكون قوس وحاولت أرتب المجموع وجعلت السالب في الحد الأخير وقلنا بأن هذا الإجراء ليس واجبا عليك نعم ولكن لأجل الترتيب لا أكثر إذن صار عندي أكس تربيع ناقص أربعة تم تحليلها فرق بين مربعين هذا اللغا رتم بقى على حاله هذه الثنين تحولت إلى أس إذن صار عندي الس تم توحيدها بلغا رتم واحد حاصل ضرب الأول في الثاني مقسوما على منه مقسوما على أكس ناقص اثنيا تربيع إذن خلي أشوف ويش رح يطلع عندنا أكس زائد اثنيا وهي الأكس زائد اثنيا تختصر أكس ناقص اثنيا في أكس ناقص اثنيا هي أكس ناقص اثنيا تربيع على نفسها إذن يساوي واحد لغا رتم واحد للأساس أي يساوي صفر إذن أعزائي سيكون لنا هذا اليوم إن شاء الله وبثلي الدروس اللاحقة لهذه الدروس الساعة السادسة مساء إن شاء الله وسيكون لنا معكم لقاء في الأسبوع القادم بنفس التوقيت لعمل تغذية راجعة عن الدروس التي ستشاهدوها وتسجيل ملاحظاتكم عليها وسنسعد باستقبال اتصالاتكم والإجابة عن أسئلتكم بهذا الخصوص كلمة إلى أستاذ عبدالله والله ما عندي أي كلمة سوى الأمنيات الحارة والصادقة لطلبتنا العزاء بمتابعتنا لأن ستغنون إن شاء الله بالمعرفة والمعلومة الدقيقة من الأساتذة الأكفاء التي من ضمنهم أستاذ قصي الأكفاء ليس الأكفاء الأكفاء فكل الأمنيات لكم بالنجاح في المستقبل وأتمنى منكم المتابعة الحادثة والمستمرة لمدرسيكم شكرا أستاذ قصي على هذا الدرس شكرا لك أستاذ عبدالله وشكرا لكل الكوادر الفنية والإدارية الموجودة خلف الكواليس وكلها مكرسة وقتها لخدمتكم أعزائي الطلب لقاءنا سيكون معكم الأسبوع القادم إن شاء الله هو درس مباشر آخر إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله بأمان الله